اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غلاف بتاع حجر رحت لزقته في الكوباية نفسها عشان الحجر تنزل كأنه حوضت وخامة الفرمين دوله بعد كده الكل ما راح نفتح الحنفين نجيب الكوباية لجوه كده عشان يبقى الخرمين نصد بقى وننزل الماء الصالوخة انا جبت فكرتهم الأولها لأخرها يعني هتوال عز المفترع كله انا قلت مثلا النار لما تطلع من الكابريت بالأول بتنفش شوي يعني زي ما يكون متتوهج جامد فرحت قلت ده لو كتمت النار ده لو كتمتها هي مش هتلاقي حتى مساحة تطلع فيها فانا رحت كتمتها بورق فولد وكتمتها بورق فولد رحت ولعتها فانا قلت اكيد هتحرك في اي طريق يعني هتتحرك قبل فرحت حتى ورق فولع الكابريتة دي ونولحها مساكن ورق فولد ورقت فلاي ساكل عبر فلعت فتطلع فتتحرك في اي حد عملت مغلد الكهرباء وكانت فكرة ترشيز إلاك الكهرباء التركيب بتاعه كنت جاي بخشبتان عملته مزولة قائمة وحطت فيها مصمر جروز وبعد كده رحت جبت بقرة هنا ها أصفر وحطتها في المصمر جروز وبعد كده جبت سي دي وحطته على البكرة جنبها وحطت كسبتهم بصمونة وبعد كده رحت جبت مطور وسبدته في الخشبة اللي من تحت وسبدتها بجفيس وبعد كده رحت جبت سلاك ووصلتها بالمطور وبعد كده رحت حطت استك وحطته على المطور وكنت تسببت برضو مصمر تاني في السي دي لما بالف المصمر بتروح المنبعة اتناول وقت الاحتكاج بالمطور